أعلن الجيش الأمريكي أنه عزز قوات القتالية جنوب سوريا وتحديدا عند معبر النتف الحدودي مع الأردن والعراق وقال متحدث باسم التعالف الدولي أن القوات أصبحت مستعدة لأي تهديد في إشارة إلى الميليشيات التابعة لإيران كما أكد المتحدث أن الجيش الأمريكي وزع نحو 90 ألف منشور عند معبر التنف تحذر من أي تحرك وتعتبر ما يخالف ذلك تهديدا علائيا من جيات أخرى كشفت وثيقة للبنتاجون عن تخصيص مليار و769 مليون دولار لتدريب وتجهيز قوات عراقية وسورية في إطار ميزانية الوزارة للعام المقبل